حيازت موظف لقطع أثرية بمسكنه ضبط أكتر من ألف قطعة أثرية في بيت موظف وده علشان يتاجر بملايين الدولارات والسوشال ميديا من المبارح مقلوبة على الخبر ده وإنت داخل البيت تحس إن انت داخل متحف أثر كبير مين يا تارى اللي عمل كده وإزاي؟ يلا بينا نعرف إيه الحكاية أعلنت السلطات المصرية عن ضبط متحف أثر كبير بمنزل موظف محافظة أسيوط واستهدفت المتهمين أثناء عملية تنقيب الأثار ولقوا حفرة بعمق أربع أمطار وأدوات حفر مستخدمة القطعة الأثرية عبارة عن جاء أبرزها مجسم لتبوت بداخله ممياء وتبوتين خشبيين بداخلهما ممياء عليه كتابات ونقوش فرعونية أيضا تبوت على جزئين غير مكتمل من المرمر وتمثلين خشبيين عليهما نقوش ورسومات وعدد أيضا من اللوحات الحجرية ولفائف البرد والتلادات مختلفة الأحجام والأشكال وأيضا عدد من التمثيل وأجزاء تمثيل غير مكتملة وتنوعة تعود لعصور قديمة عدد أيضا من القطع الحجرية والخشبية وقطع من الزخرف والفخار وأدوات منزلية تعود لعصور مختلفة أيضا كان هناك عدد من العملات المعدنية مختلفة الأشكال والأحكام تعود أيضا لعصور قديمة بعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية وتعود لعصور قديمة مختلفة ترجمة نانسي قنقر